بيقولك ايه بقى في التجربة دي بيقولك لو حطينا ستنج المشروب بتاع ستنج يعني وهو عليهم شامبو بيلون الشعر بالدون الأحمر ويلا بينا يلا نجرب هنحط الشامبو بس كده وهنحط اللي ستنج شوية غيرين بس كده المهما هنحط على شعرنا بلا ناخر خسره من شعرنا نغطسها تحس انه بعمل زي الفوم كده احس التجربة ممكن تنجح تخيالك وهنسيبها لمدة ساعتين بالظبط اللي مستعجل يشوف النتيجة هتلاقيها في اول كومنت مسبتان بارتو وبعد ما استنينا لمدة ساعتين بالظبط يلا بينا بقى نشوف النتيجة احس كده ان التجربة ممكن تنجح معرفش ليه بس اللي ستنج ده مايرونش الشعر معرفش هنروح يخسر شعرنا ونرجع تاني وده شكل شعرنا بعد ما غسلناه مفيش اي لون البنت دي جاي بتورينا ازاي نعمل المسك الكوري في البيت المفروض ان المسك الكوري بيفتح وينعم ويرطب ويورد البشرة مفروض ان هو افضل مسك اتعمل في كوريا ويلا بينا ويلا نجرب هنجيب سفار بيضة زي ده ومعلاقة نشا هنحط غطى لبن غطى بالظبط لبن وهنسيبه كده المدة بالظبط 15 دقيقه بار 2 يلا بينا نشوف النتيجة دي كانت النتيجة كان طبعا انا حطه كيس بلاستيك كده على وشي حسيت ان هو مستحيل ينشف الا ما اشيل الكيس ده ويلا بينا تفتكروا التجربة تنجح المفروض ان هو بيتعمل كده زي السكراب المفروض ان هي شاريته حتة واحدة بس مش عندي يتشل معايا دي مغرفش فانا هعمله زي السكراب كده هو عمتا بيبقى خفيف بعد ما بل خلص بنشيره كده بندهن ميت ورد كده عليه خلص كده فاهمين وده شكل بشورتي بعد ما شرت المسك تماما زي ما احنا شايفين احس ان بشورتي بقت نظرة تماما احس ان بشورتي مجدودة في تفتيح للبشرة باين جدا طبعا عجبته التجربة يكتري في الكهنت يقولك في التجربة دي لو حطينا بون وكركم وشامبو على شعرنا المفروض ان شعرنا هيتحول من اللون الاسود ده لللون الاصفر ويلا بينا شوية كركم هنجيب بون وهنحط شوية شامبو وهنجيب خصلهم شعرنا ساهم احنا شايفين كده وهنسابها لمدى الساعتين بالظبط من نرجع نشوفها بعد غسلنا شعارنا كانت دي النسيجة انا احس ان في خصل سبغت وخصل لا ولي شايف ان التجربة نكحة تكتبلي في الكامير تقريبا لو زودنا الكمية كان موضوع فرق اكتر من كده اعتقد البنت دي في التجربة دي جاي بتطورينا ازاي ندار اللغة ونجلبينه يلا نجرب هنجيب الكنتور بتاعنا ونكتب نوع موضوع 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 وزي ما احنا شايفين كده مفيش لغضة خالص واللي شايف ان التجربة نكحة تكتبلي في الكومنت انت دي بتعمل شعارها بيبي بطريقة سهلة جدا ويلا بينا يلا نجرب موضوع ناخد خصة من شعرنا موضوع 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 وكانت دي النتيجة اللي عجبته التجربة يكتبلي في الكومنت البنت دي جاي بتطورينا ازاي نرفع الحاجب بتاعنا فاقل من 10 ثواني ويلا بينا يلا نغرب المفروض ان هي رفعت الحاجب كده اللي شايف في ان فيه فرق يكتبلي في الكومنت البنت دي بتورينا حيلة جديدة وغريبة تخلينا نعرف نعمل الفيلر ويلا بينا يلا نغرب هجيب قلم التحديد وكانت دي الناس يجل عجبته التجربة يكتبلي في الكومنت البنت دي جايبنا حيلة جديدة ان احنا ندمج الالوان بيها ويلا بينا يلا نغرب وكانت دي النتيجة ان نشايف ان التجربة حلوة ونجحت يكتبلي برضو في الكومنت البنت دي جاي بتورينا ازاي نعمل غمازة في اقل من 10 ثواني بس ويلا بينا يلا نغرب هنجيب الغطا بتاعنا هم 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 وانقلب كل المكونات دي مغبع وطبعا هنسيبه كده المدة الساعتين بالزبط لغاية ما ينشف خالص ونروح نخسله كما سنينا لمدة الساعتين بالزبط تعالوا بينا نشوف النتيجة يلا بينا ودي النتيجة بعد ما غسمنا وشنا انا بصراحة ملاحظة فرق حلو جدا اللي عجبت التجربة يكتبلي في الكومنت تعالوا شوف التجربة دي بتقول ايه ويلا بينا يلا نغرب ويلا والتجربة فشلت في التجربة دي البنت دي جاي بتقولينا ازي نصغر حجم مناخرنا بيبليس بس ويلا بينا يلا نغرب هنجيب البيبليس وطبعا طبعا مش هنحط الفشة يعني هنجيب الببليس مفروض وكانت دي النتجة اللي شايف ان التجربة عنك حيث يكتبل في القبر البنت دي جاي بتقول لنا ازاي نعمل فيلر بالفلفل الحار ويلا بينا هنجيب فلفل حار مفروض ان احنا نقسمه نصين وزي ما احنا شايفين كده التجربة نجحت بس ما نسحكوش تجربوها بصراحة البنت دي بتقول لنا في الفيديو ده ده مسك رهيب للأيدين بيفتح وينعم ويقشر الادين بيخلي ان في فاق وعشان كده هنحط في الايد واحدة بس ويلا بينا طبعا هنخرج كل المكونات دي مع بعض طبعا هنخرج كل المكونات دي مع بعض نخط بعمل ماسك حط على ايد واحدة ونسيبو ينشف شوية بار طوب نشف الماسك يلا بينا بقى نروح نخسله ونشوف النتيجة جاهزين تشوفوا النتيجة دي الايد اللي احنا استغنمنا فيها الماسك هي تبني اللي هي محمرة شوية عشان السكراب بس لما تهدئ اعتقد ان هي تبقى افتح بكثير انا شايفة في فرق فوضيع واللي شايف ان التجربة نجحة تكتبلي في الكومنت هسيبلكو تطبيق في كل الماسكات والمكونات الحاجات اللي انتو ممكن تحتاجوها في اللينك الموجود في البايو البنت دي جاي بتقول ازاي نصغر مناخرنا بالكنتور ويلا بينا يلا نجرب وكانت دي النتيجة اللي شايفين التجربة نجحة تكتبلي في الكومنت البنت دي جاي بتقول لنا ازاي نرسم حواجبنا بشكل مرتب وحلو جدا جدا من غير ما نطلق بك في حواجبنا ويلا بينا يلا نجرب جاهدين تشوفوا النتيجة وكانت دي النتيجة اللي شايفين ان التجربة نجحة تكتبلي في الكومنت على الفكرة فيه تطبيق انا همسيبهولكو في البايو هيعرفكو ازاي نعمل ميك اوب للناس المبتدئين حملوهم اللينك اللي موجود في البايو البنت دي جاي بتقول لنا ان هي بتعمل شعارها كله كيرلي مرة واحدة بالمصفة والسشوار ويلا بينا يلا نجرب جاهزين نشوف النتيجة احس ان شعري تكسر من السشوار والمصفة بصراحة ما تعملش كيرلي ولا اي حاجة شايفين واللي شايف ان فيه حاجة انا عملتها غلط يكتبلي في الكومنت التجربة دي بتقول لنا لما نحط اللمون علي قفة وسكر ونحط على شفايفنا نعمله سكروب كده نحلون الشفايف وبيعمل لها توريد وبيقشر الشفايف كمان ويلا بينا يلا نجرب ونحط شوية سكر وكانت دي النتيجة اللي عجبتو التبربي اكتبلي في الكومنت البنت دي جاي بتورينا ازاي نعمل بديل الكرياتين والبروتين للشوار في البيت بمكونات كمان طبعية موجودة عندنا كلنا في البيت ويلا بينا يلا نجرب هنجيب علبة زبادي وهنجيب بيضة وهنجيب مايونيز اي كيس مايونيز عندنا انا اشتريت الكيس ده هنحط كله هنعايز اقولكو ان المايونيز بيرطى بالشعر بطريقة لا تتخيلوه والمفروض ان احنا هنقلك كل المكونات دي مع بعض فايز جدا وده طبعا نشكله بعد ما وزعته على شعري كله المفروض ان نستنى لمدة ساعتين بالزبط ونرجع نخسره ونشوف النتيجة لايكوفلو في البرتوب وبعد ما استنينا لمدة ساعتين بالزبط يلا بينا نروح نخسره ونشوف النتيجة يلا بينا وزي ما احنا شايفين كده النتيجة كاني عاملة بالزبط بروتين كارت شعري جدا المسك ده طبعا بعد ما نشف هسيبلكو ابليكيشن في كل الوصفات اللي عناية بالشعر وكل الروتين اليومي اللي انا بستخدمه هتلاقوه في البايو الابنت دي جاي بتقلنا ان بجل الحواجب نقدر نسنع روج فضيع حلو جدا ويلا بينا يلا نجرب نجي بجل الحواجب بتاعنا الطبيعي العادي وهندمج اللي حددنا ده لجوه وطبعا نحط اللون الزهري ده وهنجيب اللي بستك بتاعنا وهنجيب اللي بستك بتاعنا واندي كده مصحة وات زيس واو بجد ما تنسوش تحملوا التطبيق بتاع عروتين فتر هاسبه لكم في اللينك اللي موجود في البايو